وصورة أخرى من نهج البلاغة أيضا في الصفحة الرابعة والسبعين ومن خطبته الرابعة والثمانين أمير المؤمنين يتحدث عن ابن العاص عن عمر ابن العاص فيبدأ كلامه عجبا لابن النابغة من هنا بدأ أمير المؤمنين الكلام النابغة هذه أم عمر ابن العاص كانت عاهرة قذرة قذرة جدا المراد من العاهرة القذرة التي تمارس الجنس بقذارة وكانت وسخة وسخة في بيتها وسخة في شأنها لكن رجال قريش كانوا يريدونها لأنها تمارس الجنس معهم بقذارة متناهية وكثير من الرجال ممن اعتادوا أن يذهبوا إلى بيوت العاهرات يعشقون هذا النوع من الجنس حينما يكون الجنس قذرا هي لقبت بالنابغة لم يكن اسمها هذا ولكنها فقدت اسمها النابغة النابغة يعني المميزة في ممارسة الجنس القذر هذه واحدة من أمهات الصحابة الأجلاء وكانوا يدخلون عليها بنحو مجموع مجموعات وعمر بن العقص هذا لا يعرف من هو أبوه وإن كانت النابغة تقول من أن أباه أبو سفيان النابغة هكذا تقول لكنها ما نسبته إلى أبي سفيان لحقارة أبي سفيان كان بخيلا لكن لأنه من مشايخ قريش فكانت ترضى بممارسة الجنس معه يشكل لها حماية الذي كان ينفق عليها العاص السهمي العاص بن وائل السهمي وكان قصابا فكان يحمل لها اللحم وكان يعطيها بعض الدراهم من هنا نسبت ولدها عمر إلى العاص فقيل له عمر بن العاص أبوه لا يعرف أبوه ولذا جاء التعبير عنه في سورة الكوثر بأنه الأبتر الأبتر هذا في سورة الكوثر هو العاص بن وائل السهمي وولده عمر فعمر أبتر فعمر أبتر لا يعرف أبوه هو الأبتر أيضا إن شانئك هو الأبتر هذا هو العاص وولده عمر هذا المعنى واضح في رواياتنا وأحاديثنا عجبا لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن في يد عاب وأن امرئ تلعاب أعافس وأمارس لقد قال باطلا ونطق آثما أنا لا أجد وقتا كي أشرح لكم هذه الكلمات لقد قال باطلا ونطق آثما أما وشر القول الكذب إنه لا يقول فيكذب عمر ابن العاص ويعد فيخلف ويسأل فيبخل إذا ما سئل كان بخيلا أبوه أبو سفيان أبخلوا الناس وأحقروا الناس هذا كذب الذي يحدثونكم عن من أن أبو سفيان كان كريما كان بخيلا حتى أن هند سألت رسول الله هل يجوز لها أن تسرق من ماله من دون علمه لأنه كان لا ينفق عليها ومن هنا كانت تكسب مالها من الزنا من الزنا مع مشايخ القوم مع النخبة مع نخبة قريش ولذا ففي كتب التأريخ في كتبهم معاوية اختلفوا عليه لا يعرف من هو أبوه اختلفوا عليه هذا أمر مذكور في كتب التأريخ والسيار وليس في مصدر واحد في العديد من المصادر في الكثير من المصادر إنه ليقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيبخل ويسأل إذا ما سأل هو فيلحف يكون لحوحا حينما يسأل يكون بخيلا وحينما يسأل هو يكون لحوحا وهذا هو اللؤم اللؤم بعينه ويخون العهد ويقطع ويقطع الال يقطع الال يقطع الرحم فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ما لم تأخذ السيوف مآخذها لسانه طويل قبل أن تصلت السيوف فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ما لم تأخذ السيوف مآخذها فإذا كان ذلك إذا أخذت السيوف مآخذها كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته السبت هي فتحة الدب فإذا كان ذلك يعني إذا أخذت السيوف مآخذها في الميدان في ميدان القتال كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم القرم الفارس الشجاع المقاتل الصنديد هو هذا القرم فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته السبت والسبت هي فتحة الدبر هناك كلمة معروفة قالها قائل للنعمان بن المنذر كانوا في معركة وفر أحد الأشخاص المطلوبين فأدركه رجل من جندي النعمان بن المنذر وقتل ذلك الرجل المطلوب الفار النعمان سأله قال له كيف قتلته وأدركته فقال طعنته في الكب حينما أكب على وجه على ظهر فرسه بعدما أعياه التعب قال طعنته في الكب طعنة في السب السب أو السب طعنته في الكب حينما أكب بعد أن أعياه التعب أكب على رقبة فرسه فارتفع مؤخره فصرت قادرا أن أطعنه في سبته في فتحة دبره طعنته في الكب طعنة في السب فأنفذتها من اللب اللب هي المنطقة التي تلتقي عندها الرقبة مع الصدر التي يقال لها النقرة أو المنحر مكان النحر حينما تلتقي الرقبة مع الصدر هذه هي اللب فيقول من أنني طعنته بالرمح في فتحة دبره فأخرجت الرمح من منحره طعنته في الكب طعنة في السب فأنفذتها من اللب فالسبة والسبة هي فتحة الدبر دقق النظر في هذا التعبير فإذا كان ذلك يعني إذا أخذت السيوف مآخذها كان أكبر مكيدته أكبر مكيدة عند عمر بن العاص أن يمنح القرم سبته تعبير دقيق جدا ويكشف عن قباحة عمر بن العاص لاحظوا هذا التعبير أن يمنح القرم سبته فعمر بن العاص يمنح سبته للفارس للقرم للفرسان منح أتعلمون ما معناها في أصلها في اللغة منح في أصلها في اللغة أعار الشيء لأجل الانتفاع به نعم تأتي منح بمعنى أعطى هذا موجود في لغة العرب منح بمعنى أعطى والمنحة تأتي بمعنى العطية يعني نقل ملكية شيء من عنده إلى شخص آخر أعطى ولكن الكلمة في أصلها المنح الإعارة كلمة المنحة في اللغة تعني النعجة التي يعيرها شخص لشخص آخر كي ينتفع من حليبها وصوفها وبعد ذلك يرجعها إلى صاحبها المنحة هي الناقة التي يمنحها شخص لشخص آخر كي ينتفع من حليبها وكي ينتفع من الركوب عليها وكي ينتفع من أن يضع الأثقال والأحمال عليها لكن ملكية الناقة ليست له بعد أن يكمل انتفاعه منها يعيد الناقة إلى صاحبها أصل كلمة المنحة في اللغة هي هذه وأمير المؤمنين هنا يقول من أن عمر بن العاص يمنح سبته للرجال فهو يعطيهم فتحة دبره على سبيل الإعارة كي ينتفع بها هذا معنى يمنح عودوا إلى كتب اللغة ودقيق النظر فيها عودوا إلى كل معاجم الكتب اللغوية والأدبية فإن المانح هو المعير الذي يعير شيئا لشخص آخر كي ينتفع به فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته أمير المؤمنين عجز عن أن يجد كلمات غير هذه الكلمات لماذا هذا التركيز على هذه الأتفاض والمصطلحات أنا لا أريد أن أتتبع كل ما جاء في نهج البلاغة نقلت لكم صورة أولى وهذه صورة ثانية ثم يقول أمير المؤمنين أما والله إني ليمنعني من اللعب ذكر الموت وإنه ليمنعه من قول الحق نسيان الآخرة إنه لم يبايع معاوية حتى شرط أن يؤتيه أتية أن يعطيه عطية أن يؤتيه أتية ويرضخ له على ترك الدين رضيخة الرضيخة العطية الوضيعة مهما كانت كبيرة في الدنيا فهي رضيخة إذا كانت على حساب دينه ويرضخ له على ترك الدين رضيخة ابن العاص هذا ابن النابغة هاي الحباب ماذا يقول في قصيدته الجلجلية الجلجلية نسبة إلى بيت في آخرها ذكر فيه الجلجل والجلجل والجلاجل هي الأجراس التي توضع في رقاب الحيوانات أقرأ بعضا من أبياتها يقول لمعاوية معاوية الفضل لا تنسلي وعن منهج الحق لا تعدلي نسيت احتيالي في جلق جلق من أسماء دمشق مثل ما يقول أحمد شوق في قصيدة معروفة قم ناجي جلق رسم من بان فجلق هي دمشق معاوية الفضل لا تنسلي وعن منهج الحق لا تعدلي نسيت احتيالي في جلق على أهلها يوم لبس الحلي معاوية لبس الحلي واعترض الذين يعرفون الأحكام الشرعية من أن الذهب لا يجوز للرجل أن يلبسه نسيت احتيالي في جلق على أهلها يوم لبس الحلي وقد أقبل أهلها يهرعون مجافيلك البقر الهملي فقلت لهم إن فرض الصلاة بغير حضورك لم يقبلي فولوا ولم يعبؤوا بالصلاة وقد كان جامعهم ممتلي ولما أتاك إمام الهدى علي وقد سار بالجحفلي وقلت بمن أتقي بأسه وفي جيشه كل مستفحلي فقلت إذن قم فإني أرى قتال المفضل بالجهل وهذا هو الأمر الجاري على طول التعريخ فقلت فقلت إذن قم فإني أرى قتال المفضل بالجهل من البقر البكم أهل الشآم لأهل التقى والحجأت لي فبيحاربوا سيد الأوصياء بقولي خذوا بدم العنص لي وكدت لهم قصد أن ينثنوا عن الحرب كالنعم الجفلي وصيرت أهل نفاق العراق الخوارج يسيرون عسفا إلى الموصلي وعلمتكم هذا هو السلاح الستراتيجي عند معاوية وأتباعه وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل هذه ستراتيجية الحرب عند عمر بن العاص ومعاوية وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل فإذا كان ذلك إذا أخذت السيوف مآخذها كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته وعلمتكم وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبل إلى أن يقول يقول لمعاوية هذه القصيدة أرسلها عمرو بن العاص حينما أراد معاوية أن يولي عبد الملك ابن مروان مصر التي كان قد اتفق مع عمرو بن العاص أن يكون أميرا على مصر وأن يكون الخراج له وفعلا صار عمرو بن العاص أميرا على مصر ولكن معاوية أراد أن يغدر به فلما وصل الخبر إلى عمرو بن العاص أرسل إليه هذه القصيدة فيقول فيها أنسيت ويلك يوم الهرير إنها ليلة الهرير ولكن للضرورة الشعرية المعنوية قال عنها يوم الهرير أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي وإن كانت كلمة يوم قد تستعمل بمعنى الوقت وليس بمعنى اليوم الذي يشتمل على ليل ونهار حينما يقال يوم بدر لا يقصد من اليوم الذي يتألف من ليل ونهار إنما هو وقت بدر وقت الواقعة بغض النظري أكانت في الليل أم في النهار أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي وقد بدت تذرق ذرق النعام إسهال إسهال شديد هذا التعبير بذرق النعام إشارة إلى إسهال شديد عند معاوية وقد بدت تذرق ذرق النعام مخافا وروعك لم يكملي وحتى أزاح جيوش الظلام يتحدث عن أمير المؤمنين وحتى أزاح جيوش الظلام ووافاك كالبدر في الأليلي وقد ضاق منه عليك الخناق وصار بك الرحب كالقلقلي لحظت بعينيك أين المفار لعمري من البطل الأبطلي فهل لك من حيلة تدهه بها ففؤاذي في عنقلي العنقل والارتباك عمر بن العاص هنا ينقل المحاورة التي دارت بين معاوية وعمر بن العاص في ليلة الهرير حينما كان أمير المؤمنين يقترب شيئا فشيئا من خيمة معاوية أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي وقد بيت تذرق ذرق النعام مخافا وروعك لم يكملي وحتى أزاح جيوش الظلام ووافاك كالبدر في الأليلي الأليل هو الليل المظلم ليل أليل ليل شديد الظلام ووافاك كالبدر في الأليلي وقد ضاق منه عليك الخناق وصار بك الرحب كالقلقلي لحظت بعينيك أين المفر لعمري من البطل الأبطلي فهلك من حيلة تدهي بها ففؤادي في عنقلي وشارتني طالبا منيتي لك الملك في ذاك والأمر لي فقمت على عجلتي رافعا وكشفت عن سوأتي أذيلي كشفت عن سوأتي أذيلي الأذي هي أطراف الثوب من جهة الخلف هو كشف عن دبره وأخرج سبته لأنه إنحنى سقط على وجهه على الأرض فبانت سبته بانت فتحة دبره وإلى هذا يشير أمير المؤمنين فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته هذا كلام عمر بن العاص فقمت على عجلتي رافعا وكشفت عن سوأتي أذيلي فستر عن وجهه وانثنى حياء وروعي يرتاب لي ولما ملكت زمام الأنام ونلت بذاك عصى الأطول فسمت لغيري وزن الجبال وأعطيتني زنة الخرد لي وأمنحت مصر لعبد المليك وأصبح أمري في مرجلي إلى هذا يشير أمير المؤمنين إنه لم يبايع معاوية حتى شرط أن يؤتيه أتية ويرضخ له على ترك الدين رضيخة إلى أن يقول لمعاوية القصيدة طويلة وقد قرأتها في عدة مناسبات وشرحتها موجودة على الإنترنت إلى أن يقول لمعاوية وما نك فيها ولا ذرة ولا نقح فيها الأرذل يشير إلى الخليفة الأول وما لك فيها ولا ذرة ولا ابن قح فيها الأرذل ولا زفر كان من أهلها من الألقاب التي كان يلقب بها عمر بسبب خبث الرائحة الذي يقال له زفر لخبث رائحته ولا زفر كان من أهلها أقول كذاك ولا نعث لي فإن قلت نيلكها شبهة فأين الحسام من المنجلي وأين الثريا وأين الثرى وأين اللآلي من الفلفلي وأين الحصى من نجوم السماء وأين معاوية من علي فإن كنت فيها بلغت المنى ففي عنقي علق الجلجلي لهذا سميت بالجلجلية يقول له إذا بلغت المنى فيها وهكذا تعتقد فإنني سأكون حمارا عندك فإن كنت فيها بلغت المنى ففي عنقي علق الجلجلي وأين الثريا وأين الثرى وأين اللآل من الفلفلي وأين الحصى من نجوم السماء وأين معاوية من علي هذا أمر تحدث عنه الشعراء أبو فراس الحمداني الشاعر المعروف في رأيته المشهورة أراك عصي الدم شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر أراك أراك عصي الدم شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر بلى 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 أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر سيذكرني قومي إذا جد جدهم سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر يقولون لي بعت السلامة بالرداء فقلت أما والله ما نالني خسر ولا خير في دفع الرداء بمذلة كما ردها يوما بسوأته عمر هذه حكاية معروفة رجاء اعرضوا لنا مقطعا من المسلسل التلفزيوني الإيراني الذي يحكي جانبا من تأريخ أمير المؤمنين مع ابن النابغة ما قال عمرو بن العاص وكشفت عن سوأة أذيلي فلم يكن في مواجهة أمير المؤمنين أمير المؤمنين أيضا يقول كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته لقد كان في حالة ركوع وسجود على الأرض وكانت سبته ظاهرة المخرج لأمر فني قام بهذا الأمر أو لجهله لجهله بالواقعة وتفاصيلها فهذا ابن النابغة هو الذي يمنح الفرسان سبته كما يقول أمير المؤمنين وأنا أسأل هنا هل ضعت الكلمات وفقدت عند أمير المؤمنين حتى يكون مضطرا لاستعمال هذه التعابير إنه يريد أن يضع النقاط على الحروف افتهمت لو ما افتهمت نذهب إلى فاصل